الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد بيستعد فريق ريال مدريد لمواجهة مرتقبة قدام ليفربول للنهاردة ساعة 9 بنهاي دوري أبطال أوروبا في لقاءها يحضن ملعى فرنسا بالعصمة باريس اللقاء اللي اشتعلت أجواءه بشكل كبير بعد تصريحات صلاح والتاريخ القديم بالليفربول وريال مدريد هنستعرضها وهنقول كل التفاصيل الخاصة بالمباراة مع حضراتكم في تغطية خاصة على موقع صدى البلد فتابعونا يترقب عشاء السحر المستديرة النهاردة مباراة ريال مدريد وليفربول في نهاي بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا العام وبيسعى فريق ليفربول لتحقيق البطولة السبعة في تاريخه بينما يسعى فريق ريال مدريد الأسباني للحصول على النجمة 14 في تاريخه ودي المرة التالتة اللي هيلتقي فيها ريال مدريد وليفربول في نهاي دوري أبطال أوروبا لعب الفريقين واجهة لوجه مرتين في المباراة النهائية المرة الأولى جات في نهاية 1981 واللي فاس فيه ليفربول بهدف مجاني على ملعب بيرنس بارك واتقررت المواجهة من ليفربول وريال مدريد في النهاية مرة تانية في 2018 ودي لشاهدة إصابة النجم المصري محمد صلاح حيث توجه الفريق الملكي باللقب 13 في تاريخه بدور الأبطال بعد فوزه على ريدز بتالت أهداف مقابل هدف وتأهل فريق ريال مدريد للمباراة النهاية بعد الفوز على منشستر سيتي في نص النهاية بينما وصل ليفربول لنفس الدور على حساب فريق فيا ريال الأسباني وبيتصدر الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الأسباني قائمة هداف دوري أبطال أوروبا لهذا العام برصيد 15 هدف بينما يأتي محمد صلاح في المركز الثالث برصيد 8 أهداف سجل كريم بنزيمة 3 أهداف في مرمى منشستر سيتي في زهاب وإياب نص نهاي بطول الدوري أبطال أوروبا بينما ساهم محمد صلاح في فوز فريق ليفربول على فيا ريال زهابا وإيابا والتأهل للمباراة النهاية بدوري أبطال أوروبا نيجي بقى للموضوع اللي أصر الجدل وأشعل اللقاء بشكل كبير وهو تصريحات محمد صلاح عن المباراة واللي قال إنه في 2018 كان محقق 40 هدف وليفربول محققش أي لقب وإصابته في اللقاء كانتسبب إنه مخدش الكرة الدهبية بس المرة دي خطته التهديفية ماشي كويس ومستوى كمان ماشي كويس بالإضافة لإن ليفربول معاه لقب وبيقول إنه بحصلنا على اللقب التاني الفرصة في الكرة الدهبية أعتقد هتكون كبيرة خصوصا وإن اللي بينافس معاه عليه هو خصمه بنزيمة اللي عمل مستويات عالية جدا مع ريال مدريد وسجل محمد صلاح 30 هدف السنة دي في جميع البطولات المختلفة وهو ضمن قائمة طويلة من الأسماء المرشحة لنيل البالوندور ولخص صلاح واختصر كل الأمور في تغريدة كتابة على تويتر وقال لدينا نتيجة يجب تسويتها استقر الألماني أورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة ريال مدريد هيكون في حراسة المربع أليسون خط الدفاع أليكساندر أرنولد فان دايك إبراهيم أكوناتي وبرتسون خط الوسط فابينو هندرسون نابي كايتا خط الهجوم محمد صلاح ساديو ماني ولويس دياز كل التوفيق لابن مصر محمد صلاح مباراة فعلا قوية ومسيرة والعالم كله بيستناها من جماهير ليفربول لريال مدريد خلس كل أخبارنا عن المباراة نارضة ولكن متابعتنا للأخبار لسه ما انتهتش نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء